تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تم اليوم تدشين خدمة الملف الإلكتروني لمرضى الربو هذه الخدمة تأتي انطلاقا من السعي المتواصل لتحسين جودة حياة المرضى وتطوير سبل التحول الرقمي في مجالات العلاج والمتابعة الصحية أولت الحكومة في مملكة البحر تحرين جل اهتمامها للرعاية الصحية وأعطتها الأولوية في برامجها التنموية من خلال تجهيزها بأعلى مستوى من التقنية الطبية ويأتي إطلاق ملف مرضى الربو الإلكتروني ليؤكد استمرار سلسلة التطوير ذات الجودة العالية والمتكاملة المريض حسب النظام الذي نحطيه أنه ينهجب عنده طبيب عائلة طبيب عائلة تردد عليه لأي مرض سيبه فمعنات أنه مريض الربو فيها الحالة الطبيع العائلة عارف أنه عنده رابو وعارف أنه شنو النوع الربو اللي يصيده وشسببه ومدى شدته فمعنات أنه يقدر يعطيه العلاج المناسب في الوقت المناسب عشان يكون يعني يتعالج بكفاءة ومنافس الوقت إذا كان يحتاج أن يروح على طبيب أخصائي للشست في المستشفات يكون هو يحاول له وبعدين الطبيب يرد له كل الخطة العامة والخطة العلاج ويطبقها على المريض بشكل مستمر بحيث أنه يكون دائما يكون فيه تنسيق بين الطبيب الأخصائي تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصحية بحذافيرها مكن القطاع الصحية من التطوير في وسائل وأساليب تقديم الخدمات الصحية بهدف تسهيل تلقي الرعاية الطبية ومتابعة التاريخ الطبي للتحكم والمبادرة في علاج جميع الأمراض السرية والمزمنة غير المعتية تحت الشعار سد ثغرات الرعاية بما رضا ربو تم تجشين الصفحة الإلكترونية من خلالها يتم توثيق البيانات المتعلقة بمتابعة هذه الحالات وبالتالي يتم مراقبة جودة الأداء مؤشرات الأداء التحكم والسيطرة بالمرض ووضع السبل العلاجية المناسبة بشكل فردي على ضوء الحالة والتأكد من تقديم الخدمات الوقائية رؤية واضحة تبناها القطاع الصحي في المملكة ودعمها بتجهيز البنية الطبية وتطوير أنظمتها وإعداد وتأهيل الكوادر المختصة المستمر ما أعطى مملكة البحرين مكانة عالمية مرموقة ووفر للمجتمع الأمن الصحي من خلال توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة خطط طموحة لتطوير النظام الصحي في مملكة البحرين شملت التحول الإلكتروني بهدف تحسين حياة المرضى وتحقيق مستوى متقدم في النقلة الرقمية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر